اشتركوا في القناة وفرة تنعكس ألوانها الصافية على وجوه أهله الممتلئين محبة وبساطة فيضا كرم ونقاء خاطر ضيف هذه الحلقة من بيت القصيد جاءنا من الأرض التي تعرف بسلة إفريقيا الغذائية وهي ذاتها سلة الحب الذي لا يتبدد وطن القلوب التي لا تصدى من السودان معنا هنا في الأستوديو الشعر الأستاذ محمد عبد الواحد أهلا بك أستاذ محمد حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا مرحب أستاذ مصطفى شكرا لك وشكرا لقناة الرافدين وإن شاء الله نقضي وقت جميل من المؤكد أن الوقت رفقتك سيكون جميلا جدا قبل أن نبدأ الحلقة شعرنا الجميل دكتور محمد نريد منكم تعريفا بسيطا عنك تقدمه لعموم الجمهور العراقي والعربي الذي يتابعنا تفضل أنا محمد عبدالله عبدالواحد طبيب وشاعر رواي من السودان أب متزوج وأب لتالية وأعمل حاليا في وزارة الصحة الإيرلندية جميل جدا جميل بين عمق المعنى ووضوح المقصود دعنا نذهب مباشرة إلى الأسئلة دكتور محمد قبل الشعر ومباشرة نذهب إلى موضوع ربما يكون ساخنا يعني بين عمق المعنى ووضوح المقصود كثيرون تهو وكثيرون كذلك نجحوا بالوصول إلى قلوب الناس على المستوى اللغوي ما المطلوب من الشاعر حتى تصل قصائده إلى الجميع حتى تصل قصائده إلى الجميع لن تصل القصائد إلى الجميع جميل هذه بداية المفجرة لن تصل القصائد إلى الجميع مستويات القراء ومستويات التلقي نعم قضية شغلت النقاد منذ الأزل متبعين فلن يصل الشاعر إلى الجميع ولو وصل الشاعر إلى الجميع لن يعجب الشاعر إلى الجميع فهي تلقي مستويات فهو الشاعر عليها أن يختار وأن يعرف موقعه وجمهوره ماذا يريد وماذا سيعطيه الشاعر وماذا سيعطيه الشاعر وما هي أبعاد ما هو يريده هل يبحث عن الشهرة أم يبحث عن التأثير وإذا كان عن التأثير هل يريد التأثير في العام أم يريد التأثير في الخاصة أم يريد التأثير اللحظي أم التأثير المستمر هناك شعراء أصحاب مشاريع عابرة للزمن لم يكتشفهم الجمهور والقراء إلا بعد موتهم بسنين عادة وهناك البعض مثل الألعاب النارية فقط يشتعل الآن ويمير الآن ومضة وتنطفئ وهناك البعض الذي يكون المفضل لدى العامة أنا قبل أن أقرأ دواوين كبار مثل جرير والبحتري لست أنا قبلها فهل التلقي عندي وأنا ما أزكي نفسي لكن هل التلقي عندي بعدما قرأت عشرين أو ثلاثين أو خمسين ديوان شعر وعشر أو عشرين أو مئة كتاب نقد هو نفس التلقي عند الشخص الذي لم يقرأ مستحيل فالقضية معقدة ومركبة الشاعر لن يصل إلى الجميع وإن وصل إلى الجميع لن يعجب الجميع وإن كان الشاعر يريد أن يعجب فهذه مشكلة وإن كان الشاعر لا يريد أن يعجب فتلك مشكلة أخرى حسنت لكن دكتور ربما نكون أمام نموذجين أو أكثر من نماذج الشعر يعني هناك من يكتبون العمق النخبة وإن صح التعبير وهناك من يكتبون بطريقة كلاسيكية يصنفها الكثيرون أيضا أنها طريقة ممجوجة ومستهلكة بين هذا وذاك أين تجد الشعر في نفس محمد عبد الواجد أو عبد الواحد وكيف ترى أنه يجب أن يقدم لعموم الناس تفضل مرة أخرى تعريف عموم الناس هناك عموم مفترض للناس وعموم حقيقي للناس وهناك جمهور تصنعه أنت هناك جمهور تجده ويفرض عليك وهناك جمهور تستطيع أن تقيس تفاعله وهناك جمهور لا تستطيع أن تقيس تفاعله وهناك مستمع يستمع لك مرة فيظن أنك لم تقع في نفسه قضية شائكة قضية شائكة ومعقدة لكن السؤال مرة أخرى لماذا؟ تحدثنا عن فكرة أن هناك نموذجين هناك من يكتب الشعر النخبوي المغرق في التعمق وهناك من يقدم الشعر من وجهة نظره بطريقة كلاسيكية قد يصنفها جمهور من الذواقين على أنها ممجوجة ومستهلكة بين هذا وذاك أين تجد الشعر؟ حال الشعر حالياً أراه كما أراه أنا في الوطن العربي عموماً هو يشبه حال الإنسان العربي عموماً بينما هو يعيش في التاريخ وفي الخيمة وبينما هو يريد أن يصل إلى المريخ ويصلع ناطحة السحاب فالشعر يقف نفس الموقف الفكري الذي يقفه الإنسان العربي عموماً فلا هو عاش في الخيمة ولا هو سكن ناطحات السحاب فتجد ذلك الذي يعيش في الخيمة إن صحت التسمية أصدق وإن كان لا جديد فيه وتجد ذلك الذي يدعي أنه وصل الآفاق وأنه سيقراه في الفرنسيون والإنجليز والبرتغاليين وسيترجم إلى الغات يعني هل الذي لم يحافظ على خيمته ولم يصل إلى ناطحة السحاب مثله مثل المعلق في الهواء لا حصل هذا ولا ذلك أم أن المسألة أبسط من ذلك ربما تكون أقصى هو الشعر يعني أستاذ مصطفى الشعر ببساطة هو خيال الأمة حسنت فخيال الأمة للآن لم يستطع أن يتخيل الأمة المتطورة الناجحة المتصلة مع تاريخها والمتفوقة هو للآن يحاول أن يتشبه إما بماضي جميل أو بأمم أخرى سبقتنا ماديا ويمكن حتى فكريا في بعض الأحيان أما نموذجه الخاص لم يتدعه ولم ننتجه بعد لماذا؟ لأن نحاول أن نطرح أنفسنا بغير حقيقتنا يا الله أو نحاول أن ننكفئ على نفسنا في بعض الأحيان فهو لم ننتج بعض تلك الحالة التي تؤهلنا إلى أن نعرف بالضبط ما هو شعر المرحلة الصراحة قاسية لكن لابد منها هذا ما فهمته من خلاصة إجابتك على السؤال الماضي دكتور محمد إلى أولى القصائد إلا إذا كان هناك توطئ قبل القصيدة لك أن تضيف فقط عطا على الموضوع السابق هي القصيدة لها أشكال عديدة لها أشكال مختلفة الحرية أساس في الفن حسنت طالما هناك من يريد أن يعرف التعريف معين للقصيدة والإبداع فالإبداع محدد ومقيد ومكبل ولا يستطيع أن يحلق حسنت إلى أولى القصائد التي تود أن تسمع عليها هتفضل قرأ القصيدة ثم صفق جمعهم وبها احتفى حين استخفى السامعون بحرفه أخذ القصيدة واختفى الله الصمت كهف غيابه والمنبر العالي يؤكد في القصيدة ما نفى الحب ذنب حروفه رب المشاعر قد عفى قالوا ترفق طففا علت القصيدة أرعفا الله لما توغل في القواف جاهلا أن القواف قد تطيل الموقفة لما توغل في القواف جاهلا أن القواف قد تطيل الموقفة وقف الحياة بطولها يصف السعادة للحزانة والهداية للحيارة والخيانة للوفا يا الله حين استخف السامعون بشعره كره الحجارة والجليد حين انتهى قرأ القصيدة من جديد ماذا يعيب قصيدتي ست الحسان سليلة الوجدان وافرة المعاني بنت حرف الضاد من عدنان آخذة المسامع في النشيد في حين صفق جمعهم رقص الجمال مع السعادة وانتشى الإحساس شدت المآذن دقت الأجراس هب المبرد واستوى هراس والمكتبات تبرجت رق المغول تلع ثم الوسواس بات الملوك أهمهم ألا يضام الناس الله لفظ القصيدة غضة ما باله وجه القصيد تجعد فليعترف أن القصيدة حرة ستكون ما شاءت متى شاءت لمن شاءت ولن تتقيد ستنير أقبية المشاعر ما أسر وما بدى ستعيد فلسفة الحقائق لن ترى شيئا صحيحا أو حدا وتمر من جسر اللغات على البراق لتصعد قرأ القصيدة ثم فاجأه الصدى قرأ القصيدة كلها قرأ القصيدة ثم فاجأه الصدى قرأ القصيدة كلها وتنحد يا الله هذه الصدمة في الختام ربما تقودنا إلى موضوع لابد أن نتحدث به وهو أن تكون القصيدة كلها قمة مشتعلة من أولها أو من مطلعها إلى ختامها هل ترى أن الخواتيم الشعرية لدى محمد عبد الواحد تأتي طوعا أم أنه يتقصد أن يخلق الصدمة في نهاية نصه بصراحة أرستو في كتابه الشهير فن الشعر كان يتحدث عن الفن أو النص باعتباره صدمة أو مشهد أول صدم ثم تعرف على الشخصيات ثم الحوار ثم الحوار بالنسبة لي القصيدة حالة وليست موقفا فالصدمة الفنية التكنيك ألجأ إليه كثيرا ويجد في نفسي ما يجده لأنه يعطي تلك الحالة من الانتباهة التي تأخذ المستمع للمساحة خارج الزمن التي أكثر في تسميتها بعضهم أسماء عالم المثل أو وادي عبقر أو whatever لكن لكي أخذ المستمع معي إلى مساحتي إلى ملكوت الشعر أو إلى مساحة الشعر أو لودي عقر أو ما يسميه أحيانا تكون الصدمة الفنية مفيدة أحيانا تكون الصدمة الفنية لأن يؤمن أن القصيدة التي تهب نفسها من المرة الأولى عاهرة على القصيدة أن تقرأ على مستويات يعني اليوم المشاهد السمع للقصيدة الآن تلقى منها مستوى لو أعاد البرنامج حضره في الإعادة ويجب عليهم أن يتابع قناة الرافل أحسن في كل مرة يكتشف الجديد في النص لهذا قرأ القصيدة ثم فاجأه الصدر لأن بالنسبة لي القصيدة هي ترجمة أولى لما اعتمل داخل نفس الشاعر الله عليك وقوة والتئام العلاقة بين الكاتب وبين لغته هو ما يجعل تلك الترجمة جيدة أو رديئة أحسن لكن ذلك النص الذي اعتمل والذي عمل في دواخله هو نص عظيم فعلا لكن مدى كفاءته ومدى امتلاكه الأدوات يعني كل الشعراء نظمون مجهدين وليس كل نظم مجهد شاعرك أحسن فكلما امتلكت الأدوات كلما تهيأ لك أن تترجم الترجمة الأولى نعم لشكل أفضل المتلقي يترجم ترجمته الثانية فعلا الناقد ربما يترجم ترجمة ثالثة فكيف ستحمل اللغة بما يكفي لأن تصل إلى ذلك المتلقي بخلفيته الثقافية هو بشكل يكفل لها التفاعل معه أحسنت هذا شيء معقد ومركب جدا لهذا الشعر هو الفن الأول فعلا الشعر الفن الأول لأننا نرسم بالكلمات أو كما قال جورد فريدريج هيكل ليس الشعراء بصامتين ولا متكلمين فكيف قال الناحد ينحت وعمله صامت الخطيب يتحدث وعمله متحدث أما الشعر رسم بالكلمات ومن هنا أتت بعض أسامي الدواوين رسم بكلمات رسم لأن الشعر هو رسم ومن هنا مشكلة الفلاسفة بعض الفلاسفة مع الشعر أنهم لا يفهمونه لأن الشعر فيه ما هو رأيات طيب هناك من يتعمدون تقعير اللغة دكتور محمد يعني تجدهم يكتبون لغة ربما لا يفهمونها هم أنفسهم وكذلك هناك من يكتبون بطريقة مباشرة جدا موقفك من هذا وذاك أنا مع الجمال أينما كان أنا مع الجمال أنت تتبع خيوط الجمال أنا مع الجمال أينما كان لا أستطيع أن أتلقى الشعر الغير فصح يجب أن يكون هناك فصاحة وإن سألتني ما تعرف الفصاحة لا أستطيع هو شيء فقط عندما أسمعه أعرفه هو شيء فقط عندما أسمعه أعرفه أعرف أن هذا الإنسان لديه فصاحة فيه من سحر اللغة مسته ملائكة اللغة في مكان ما فيه تلك النقاء اللغة والفصاحة تجدها في الإنجليزية وتجدها في العامية تجدها في الفصحة لكن في أعلى مستوياتها بالنسبة لي هي في لغة القرآن أحسنت يا دكتور إلى قصيدة الآن قصيدة أخرى فهبنا قصيدة جديدة من لديك أو من لدنك أو من عندك تفضل كان عندنا الثورة في سودانية طبعا وتزامنت مع جائحة كورونا نعم فكتبت نص عن هذا الحدثين العظيمين بالنسبة لنا كشعب سوداني والتحية من هنا لكل أهلي في السودان الحبيب سنأتي على الحديث كثيرا ومطولا نترك هذا النص للمرحلة إذن أعطنا نصا قبل نص السودان نؤجل نص السودان قليلا لأن السودان له مساحة واسعة في هذه الحلقة ويستحق تفضل سأقول الشعر سأقول الشعر اليوم عسى التسلى لن أفعل شيئا لكني سأحرر شعرا محتلة الله وأدور على كعب المعنى على كعب المعنى لن أسقط إن وزني اختل عظيم لن أذكر حبا عذبني وتمكن مني وأذلى يا الله أتسلى ماذا خلفي فأنا تعب من حمل الهم على كتفي يا الله والعالم مكتظ جدا بالحزن لديه ما يكفي لن أذكر حكم الموسيقى أو كنها عبادة شعب الفينيق الفينيقة وعدوا قد كان صديقا وأحاول أن أنسى من أزهق طغيانا نفسا ويتيما جوعانا أمسا وسأنسى أني ضيعت القدسة يا الله أله رفقة حرفي أغرسه كي يثمر من بعد القطف وأشكله صلصال كلام يفضحه الطبع بما يخفي وألونه باللون الشفاف ليبصره أهل الكشف حرفي لاني أسأله أحد أين وكيف وفيما يكون عظيم وسيعرفه الناس ويعرفهم إذ ليس له وجه وعيون لن يكفيهم منه قليل لكن كثيرا لن يكفي لكن قليلا لن يكفي لكن كثيرا لن يكفي لكن كثيرا لن يكفي سأقول قصيدا دون مرام دون مديح دون هجاء دون رثاء دون غرام يا الله لأنظف خاطر أشعاري فالشعر سيصحو حين أنام وأنام وأوغل في الأحلام أفعل في ساعة نوم ما لم نفعله في أعوام سأعيد سلاما دارفورا أو أنهي نكبة أهل الشام سأعيد سلاما دارفورا أو أنهي نكبة أهل الشام وأزوج كل حبيبيني وأترك في القدس القسام وأعود لمكة يوم الفتح لأشهد تحطيم الأصنام وصى أصحو حين تجيء الشمس لتسلخ من جسدي ظلا فأنا قد قلت الشعر اليوم عسى أتسلأ يا الله لم أفعل شيئا لكني حررت الشعر المحتل لم أفعل شيئا لكني حررت الشعر المحتل الشعر محتل حسنت يعني هل لا يستحق الشعر أن يكون غاية والله يستحق أن يكون غاية سامية لدى كتابه وقرائه على حد سواء بين عمق المعنى ووضوح المقصود دكتور محمد لابد أن يقف الشعر قليلا مع نفسه ليفهم جيدا الجمهور الذي يوجه له رسالته حدثني عن رسالتك الشخصية من وراء الشعر بين عمق المعنى ووضوحي المقصود أنا لا أعتقد أن العمق والوضوح يختلفان قد يكونوا عميقا جدا وواضحا جدا وقد يحتاجوا إلى ثعمية أو إغال لأنه ليس كل ما هناك يقال لكن بتعريف الشعر أساسا الشعر يقول ولا يقول الشعر يفسح ولا يفسح إن كان مفسحا فهو خطابة أو نثر أو أي شيء من ذلك لكن الشعر يقول ولا يقول لكن إن كانت تلك غاية فتلك المشكلة بعض الشعراء اليوم يكتب الشعر المعمى بغرض التعمية وهذا فن أنا لا أنكره قد يكون تجريدا قد يكون نحتا قد يكون سرياليا قد يكون أي شكل من أشكال الفنون لكن أنا ضد ضد إقصاء بقية المدارس حسن بدعوة أن هذه المدرسة متفوقة وظاهرة الإقصاء يا أستاذ مصطفى هي من أكبر سرطانات المشهد العربي عموما الإقصاء يعني يمكن توجد مساحة كبيرة تكفينا جميعا الشعر المباشر لديه جمهوره نعم والشعر مثلا المجازات أو الانزياحات المعنوية لديه جمهوره فيمكن أن نقيش جميعا معا وأن نستمتع جميعا بالشعر معا ولكن قضية أنه أنا ومن بعد الطفان أنا المتفوق أنا الأقوى وجمال الورد بتعدد ألوانه بالطبع نحن لسنا بحاجة أن نثبت تفوق أحدين على أحد ما نحن بحاجة الجميع نعم أن نستطيع أن نمتج مشروع كبير يا جمعنا جميعا مشاريع التفرقة كثيرة وحاضرة وأنفقنا فيها كثير من الزمن هل ترى أن المثقفين يحتربون أكثر مما يشتغلون على أنفسهم وتطوير ذواتهم؟ بعض الشعراء يجتهد في تدفيه وتهميش زملائه أكثر ما يشتغل على مشروع الأدبي نعم ولو كان هؤلاء نخب هؤلاء أناس مطلوب منهم أن ينهضوا بشعب ما أو بأمة ما وكان هذا حالهم إن كانوا لا يستطيعون تخيل وسط شعري يسعى الجميع إن كان أحدهم لا يفرح بقصيدة زميل الشاعر الجميلة بل بالعكس يحسده ويغطاظه منها وهم من ينبغي عليهم أن يقودوا الناس إلى النور فكيف سنصل النور؟ يا الله أقولها بالعامية البسيطة بتاعتنا السودانية لو ما قدرنا نتخيل نتخيل الوطن الجميل ما حنقدر نعيش فيه ما حنقدر نعيش فيه نتخيله أول نتخيله أولاً ونعيش به ثانياً لأنه يستحقنا ونستحقه الحديث معك شيق جداً دكتور محمد عبد الواحدة الشعر السوداني الجميل وكذلك قصائدك عذبة راقية فيها من الفلسفة والحكمة وكذلك الجمال ما فيها متواصلون لكن لابد أن نخرج إلى فاصل قصير الآن ما رأيك؟ إذن مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير بعده نواصل ما تبقى في هذه الحلقة لا تذهبوا بعيداً وابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام وهذه الحلقة التي تتواصل من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد والإمن يلتحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في ألوستوديو الطبيب والشاعر الدكتور محمد عبد الواحد من السودان أهلاً بك مجدداً دكتور محمد يا مرحباً بي معكم نحن أكثر السعادة قبل الذهاب إلى أسئلة من نوع وشكل آخر نأخذ قصيدة ومن ثم نذهب أنا وأنت إلى السودان معاً تفضل حدود العزي أعرفها من السودان للسودان الله وهذا منتهى علمي وعلم الإنس علم الجان تخوم الأرض أربعة شمالي وشرقي وغربي جنوبي تطل على ربى التاريخ من مروي وتهجع عند أم درمان الله أعد وتهجع عند أم درمان جميلة ومن حفظ الأمانة غير خير السمر من بلدي ومن قد أشعل النيران للقرآن لما تنطفئ ومن أشعل النيران للقرآن لما تنطفئ بعد لك أن تعيد فالسودان يستحق من جديد لا بأس حدود العزي أعرفها من السودان للسودان وهذا منتهى علمي وعلم الإنس علم الجان تخوم الأرض أربعة تطل على ربى التاريخ من مروي وتهجع عند أم درمان ومن حفظ الأمانة غير خير السمر من بلدي ومن قد أشعل النيران للقرآن لما تنطفئ مدى الأزمان ولما تنطفئ للآن أما نبئت عن شيكان وعن شرف له تقع النساء البحر لم يعرفن عيش هوان فأهلي منهم الأقباط والأحباش وأهل الترك والأعراب واليونان بجاوي ونوبي زغاوي زبيدي رشيدي رزيقي ميسيري معلاي ودنكاوي وفراي وتاماوي بنو عمران والقرعان شراكسة سلاجقة جعافرة مغاربة وبرنو أهلنا الهوسة وكل مظاهر الإنسان من الأعراق والألوان كل لسان فلا تعجب إذا ما قلت إن الكون كل الكون في السودان ألم أخبرك قبل الآن؟ حدود الحسن أعرفها إذ الحسناء مسدلة رحيب التوب يسترها يدللها يعرفها ويسري في لياليها ويعرج في معارجها ترى الحناء سوداء على يدها تذكر أن ذمرأة من الأبنوس ممطرة وفيها يلتقي حامل جمال بسامه شغفا كما في مقرن الخرطوم قد يتعانق النيلان فلا تسأل من الحسناء هذه بت ملوك النيل هذه ابنة السودان ألم أخبرك قبل الآن؟ حدود العزي أعرفها من السودان للسودان والسودان للسودان والسودان للسودان وهذا منتهى علمي وعلم الإنس علم الجان تخوم الأرض أربعة تطل على ربى التاريخ من مروي وتهجع عند أم در ما وهذا مبلغ الإيمان أحسنت يا دكتور يعني هذه الإطلال البانورامية إن صح التعبير على السودان الكبير السودان الذي يتسع إلى مختلف الثقافات السودان المتعدد الذي يتجاوز فكرة اللون والعرق لما هو أبعد مساحات شاسع من الإنسانية والتاريخ الواسع الذي يصعب أن نحيط به في حلقة ولا عشرات الحلقات لكن حديثنا عن السودان لابد أن يفرض نفسه علينا ونحن راضون بذلك وهو فريضة عن القيمة والمبدأ الأرض والإنسان وحديث منك موجه إلى السودان الذي تحب ماذا تقول؟ السودان حاليا في فترة حرجة من تاريخه ويمر بفترة انتقالية أو فترة أو كما قال البعض فوضى خلاقة أو غيرها من التسميات السودان يحاول أن يصل إلى بر ديمقراطي بصفة أن بعض التيارات السياسية ترى أن التحول الديمقراطي هو الحل أنا لا أدري شخصيا ما هو الحل ولا أزعم أن هناك حل سهل من شأنه أن يردم تلك الهوة من السينما الدكتاتورية والرأي الواحد لكن الكثيرين في السودان يبحثون عن الحل يبحثون لكن هل البحث بالطريقة الصحيحة؟ أحسنت من وجهة نظري أن على السودانيين أن يقدموا السودان على كل أطماعهم الشخصية والحزبية والجهوية والقبلية والأيدولوجية كل هذه الأمور تضيع أكثر مما أنا لا أقول أنه صاحب المشروع الحزبي عليه أن يترك مشروعه الحزبي لكن عليه أن يضع السودان أولا لكي تصل إلى حكم مدني تخلص من الحكم العسكري أحسنت يجب أن يتحت كل المجموع المدني كله هنا أقول كله هذه الصعوبة لأنه في سنين طويلة من حكم الإسلاميين في السودان خلقت بعض المرارات والأشياء فلو لم يحتحصل مصالحة وطنية كاملة ويتحت كل المدنيون من أجل الوصول لحكم مدني وديمقراطي في السودان وتداول سلمي للسلطة لن ينجح هذا التحول وسنعود مرة أخرى للمربع الأول للحكم العسكري نرجو أن لا يحدث هذا وكلنا الآن شوق إلى السودان بلغة الشعر من جديد وقصيدة ربما تحتاج توطئة منك قبل أن تقرأها هذه القصيدة كتبتها بعد الاتفاق السياسي الذي ربما كان شيئا ما ظالما من جهة نظري وممكن يكون مخطئ وممكن يكون مصيب لا لا استفدت أيوة وكان في نفس الوقت جائحة كورونا جائحة كورونا اليوم تقتلك الحياة خاف وجهك من يديك وتكفن الوجه المضيئة وسوف تنسى لا عليك يا الله تجري الدموع على الذين ترجلوا تخشى تكفكفها يداك ويفر منك ذووك يتبعهم أساك كل الذين تحبهم مروا على عجل وطاردك الهلاك كل الذين تحبهم مروا على عجل وطاردك الهلاك صدقتهم لما تباكوا بكرة وتلاوموا وتقاسموا خدعوا أباك يا الله نطق القميص أما سمعت دماءه لما نعاك صافحت من قتل أخاك يا الله صافحت من قتل أخاك أو هكذا دمه هداك وعبرت فوق دمائه فوق الثرية والسماك اليوم تهرب من خطاك ستغلق الأبواب تسجنك المرايا والمحطات البذيئة والحراك موتاني يختصماني بعض العابرين لدى الطريق وأنت تنظر خلف أسمال النوافذ كالجبان الآن ضاق بك المكان يا الله ويداك كم تخشى يداك ذكرت يوم العيد والأحراشة دارفور الفجيعة والمتمة والقيادة والضيافة أم أبى كان الشهيد يريد أن يحيا وأنتم من أبى هو قال لي خصر الجميلة نوبة الصوفي والطنبور زجاجة الخمر النظيف وطفلتان أشياء عزت مطلبا كان الشهيد يريد أن يحيا وأنتم من أبى الله كان الشهيد يريد أن يحيا وأنتم من أبى هو قال لي خصر الحبيبة نوبة الصوفي والطنبور زجاجة العرق النظيف وطفلتان أشياء عزت مطلبا كان الشهيد يريد أن يحيا وأنتم من أبى عاش المهندم والطموح وبعض أهل الرأي والشعراء والفرسان وانصرف الحصان يا الله مات الشجاع وإنما عاش الجبان وتتالت الصور الجميلة واللقاءات الحميمة والتقارير المهمة واللجان يا الله الأمس مر بسرعة ذهب الشهيد ولم يعد بالرجعة قد كان يقترف المعاصي في الخميس يتوب صبح الجمعة ويلاحق الحوت المغرد كان من شمس المزاد إلى مساء البقعة قد كان لا يطأ الخطيئة قد كان يخشى الله في البنت البريئة كان من طين المحبة والبحور السبعة كان من طين المحبة والبحور السبعة عاش المهندم والطموح وبعض أهل الرأي والأوغاد والخطباء والشعراء وانصرف الحصان مات الشجاع وإنما عاش الجبان وتتالت الصور الحميمة والتقارير الجميلة واللقاءات الحميمة واللجان قد جاء للصف الطويل وجاء للحكم النبيل وجاء للزحف الهراء قد جاء في الوقت المقرر جاء في اليمن المدمر جاء 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 الوباء ولست تعلم كيف جاء يا الله فاسأل يديك الآن يعبرك الدعاء سيمر هذا سوف تنسى لا عليك لا تسمع الصوت المجلجلة إن عاك صافحت من قتل أخاك سامحت من قتل أخاك أنسيت من قتل أخاك يا الله أو هكذا دمه هداك وعبرت فوق دمائه فوق الثرية والسماك اليوم تخشى من يديك فأنت تعلم أنت تعلم كل ما فعلت يداك أنت تعلم اليوم تخشى من يديك فأنت تعلم أنت تعلم اليوم تقتلك الحياة ما صنعت يديك يخاف وجهك من يديك وتكفن الوجه المضيئة وسوف تنسى لا عليك وسوف تنسى لا عليك هل سينسى محمد لا طبعا لن ينسى طبعا هذا الجرح الممتد على طول الخريطة الواحدة هذا الشهيد الذي كان يريد أن يعيش ولكن هناك من أصاصة للأسف من أبناء جلدته أبت إلا أن يموت ماذا نقول بحق هذا الشهيد الذي قضى مظلوما أستاذ مصطفى القضية كلها جهل نحن للأسف لا نعلم ما ينفعنا وبعض مننا ينظر تحت قدميه أو بين قدميه ولا ينظر المستقبل ما الفائدة أن تكون أقوى أهل المدينة الضعيفة يا الله ما الفائدة أن تكون أثرى أهل البلد الفقيرة علينا أن نفهم أن ننجح معنا ونفشل معنا فعلا إن لم يكن يساري ذلك البلد متقدما ويميني ذلك البلد متقدما إن لم تكن ناجحا نجاحك في شعف عملك في تجارتك كل هذا يقدم مشروعنا جميعا معنا ليس النجاح بأن نقتل بعضنا نجاح أن نمضي مع بعض ليس النجاح بأن يقتل بعضنا البعض نجاح أن نمضي معا نمضي معا ونظل مع بعض أن نفهم أن مصلحتنا سويا مع بعض صلحتنا واحدة واحدة مع بعض المشكلة أنه البعض يرى هذه عقلية الندرة طبعا عقلية الفقر أنه لن ينجح ما لم يدمر جارة وزميلة للأسف عليها أن يصعد فينشغل بتدمير الآخرين ووضع عن بناء نفسي تلك عقلية الفقر وعقلية الندرة وعقلية الفشل فهو مستعد أنه يتحالف مع الخارجي والأجنبي من أجل أن يحكم على حساب أبناء جلدتي لن يعطوه شيئا لن يعطوه سيعطونه القليل وثم يستهلكونه ثم يرمونه حسنت وسيضيع بن جلدته واخوته وبن دمه هناك في الناس قوم مضيئون يقدمون أرواحهم على مذبح الحرية دكتور محمد وفي هؤلاء يسيل التاريخ مدادا طويلا ماذا يقول شاعرنا محمد عبد الواحد في حق هؤلاء الذين قدموا للأوطان الكثير من التضحيات طبعا كل من قدم تضحية هو محل احترام وتشريف وهو أكبر من أن نتناوله بالكلمات شاعر بلغة عملية شاعر لكن المشكلة أنه الإعلام دور الإعلام دور خطير يا مصطفى الإعلام يصنع أبطالا قل ما في نفسك بصراح الإعلام يستطيع أن يصنع أبطالا غير وهمين ويستطيع أن يطنس أبطالا حقيقيين فللأسف في يومنا هذا قبل أن تفعل البطولة تأكد أنك وثقتها حسنت فمشكلة الإعلام خطير جدا فدور البطولة اليوم ليس أن تحمل سلاحا أو أن تنجز منجزا يعني تاريخيا بقدر ما هو أن تكون واعيا بما حولك تعي بالضبط موقعك تتموقع صحيح وتفهم بالضبط قدراتك ودورك لأن كل مننا على ثغر فعلا كل مننا على ثغر فالمصور خلف الكاميرا هو على ثغر وأنت الآن أمام السكريبت أو أنت على ثغر فلو كل مننا أدى دوره بالشكل الصحيح فكلنا أبطال مشهد متكامل مشهد متكامل كل بطل لكن المشكلة أننا بالتقادم وبالحياة اليومية نشعر أن البطولات عادية لدينا ثقافة الإلغاء نحن لا نحن نؤمن بالمخلص المخلص نحن نؤمن بالمخلص بالسوبر هيرو بالشخص الخارق الذي سيأتي ويمسح كل أحزاننا ويحل كل مشكلاتنا بينما نحن غارقون في الرشا والواسطة والفساد والأشياء هو سيأتي هذا المخلص ونجهل أن المخلص الحقيقي ينبع من داخلنا من داخلنا نحن لا بد أن خيالنا يحمل المخلص اليوم لو جاء أعظم قائد في التاريخ سيفشل سيفشل في هذه الأمة حاليا ليش؟ لأن الأمة لم تفعل خيالها حقيقي تظن أن العمل صعب وصعب إنجازه والعمل يجب أن ينجز في الخيال أولا في الخيال أولا وهذا دور الكتاب دور الشعراء دور الإعلام لو استطعنا أن نتخيل مستقبلاً زاهي سنستطيع أن نبنيه وهذه المشكلة لنظرية المخلص السوبر هيرو المهدي الشخص الذي يحمي القدرات فوقية والأسطورة طبعاً أساسية في كل الأمم لا أمة تعيش من غير أسطورة إما التعلق على القصص الماضية أو التشبث بأوهام المستقبل وتلك العقية وأفكار لا نعلم هل سنشهدها أم لا في كل العالم موجودة لا توجد أمة بدون أسطورة نعم فالأسطورة قراءتنا للتاريخ نفسها لابد أن نعيد قراءة التاريخ نحن نقرأ التاريخ على أنه أشخاص أبطال الملك فلان الإمبراطور علان لا علينا أن نتعمق بالموقف والحدث والتفاصيل نفهم أن تلك أمة نجحت الشخص الذي كان يحكم في ذلك الزمن هو فلان بالحالة التي كانت فيها الأمة في ذلك الزمن لو تغير الاسم لن يختلف كثيراً نعم لن يختلف هي حالة أمة رجال صدقوا معاهد الله عليه لم يقل رجل لم يقل رجل رجال ناس اجتمعوا آمنوا بالقضية ضحوا من أجلها فقراءتنا للتاريخ كلها مشوعة إذن القضية بالمجموع وليس بالفرع نظرية المخلص السوبر هيرو الشخص الخارق الذي سيأتي ويمسح كل أحزاننا ويحل كل مشكلاتنا لأننا نحن غارقون في الواسطة والرشة والمحسوبية والفساد هذا لن يكون هذا لن يكون نحن لم نتهيأ لن يولد ذلك البطل من بيننا أحسنت لكن قصيدة جديدة ستولد من رحم المجاز والإبداع المتفرد لمحمد عبد الواحد محمد عبد الواحد ونص جديد تفضل قصيدة يقرأ ما تحب هذا نص عن سيدي صلى الله عليه وسلم تفضل كان صلى الله عليه وسلم حين يمشي تضلله غمامة نعم صلى الله عليه وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام أنا أريد أن أعلم ما الذي حدث لتلك الغمامة بعد موت بعد موت صلى الله عليه وسلم جميلة هذه الفكرة شاب الغمامة ما كانش أبيض قبل شاب الغمامة وخفة مشتاقا إليك للآن عاش البحر من دمع عليك والشمس صفراء ترى والأرض غبراء الثرى والناس أحياء على وعد السقاية من يديك وجه الغمامة يسائل الصحراء عنك في كل غار وحشته للعنكبوت نشيجها وبكل عش بيضته الله الرمل يبحث عن خطاك ويشرئب لكي يراك عواصف تذر التوحد تخمد الأسمار تفترع الليالي في النهار الوامض الداج الرداء برق التذكر قد أضاء راعد النداء والريح تنفخ للقاء ولا لقاء الله تشكل الغمامة حالها إذ لا نبي تظله تجري الرياح ولا نبي تقله للقدس لم نذهب ولم تأتي السماء صمت الغمامة يملأ الآفاق باسمك همهمت بالكاد نسمة ولد النشيد لأمه لم يعد هذا النسل أمه وأبوه لم يعرف لأنك كنت يا خير البرية سابحا في الساجدين والأرض ترجع للغمامة جوقة الإسم الثمين غاب الحضور العاشقون إحساس آلاف القصائد ضمهم فتحطموا لمحمد خلعوا الحياة على الضفاف ويمموا بمحمد عرفوا الإله وأسلموا لمحمد يشد الغمام يحن قلب الجذع تنعقد القيامة الله خلف الغمامة سدت الأبواب وانقطع الخبر جبريل ودع أرضنا الصور يحشد صوته واحتد نجم الشرق وانشق القمر ولوحدها تمضي الغمامة كم رام نورك ظلها كم قد أتتك وأخلفوك وكم تحدر طلها أسقط عيالك بالدعاء واليوم كالنصب المخلد في السماء أرى الغمامة وحدها ترمي الظلال مهيبة تحكي عن اليوم الذي ألقى على الناس السكينة تحكي عن النور الذي ألقى على الناس السكينة يا الله تبكي على اليوم الذي رفع السماء عن الثرى ورمى الظلام على المدينة أنا ما فقدتك في فؤادي إنما في الأفق توحشني الغمامة للآن توحشني الغمامة للآن توحشني غمامة أنا والوجود نقائض لا نلتقي إلا لديك ما غبت عنا إنما ذهب الحضور بعاشقيك الله شاب الغمام وخف مشتاقا إليك للآن عاش البحر من دمع عليك والشمس صفراء والشمس صفراء والأرض غبراء يا الله ما هذا الوجع؟ صلى الله عليه وسلم هذا الصدق الذي لا يخلو من حنين إلى تلك الأيام وأنت قلت تمنيت لو أنني حضرت الفتح وحضرت تحطيم الأصنام هذا الحنين إنما يعكس شعور شخص يبحث عن ذاته في عالم من التيح جميل بحث عن ذات فعلا هل ترى أن عالمنا لا يزال يعالج التيح أم أنه منغمس فيه ولا يريد أن يتحرر هذا سؤال صعب قل ما تحرر مستويات يوجد مستويات في بعض المستويات لازمنا في التيح في بعض المستويات وصلنا إلى الجودية أو إلى مستويات لا توجد كلمة قاطع يعني في بعض الأشياء وصلنا في بعض الأشياء لا نزال في بعض الأشياء بعيدون جدا رسالتك الخاصة من وراء الشعر من أجل بلدك الذي تحب عموم الإنسان يصف لنا شكل هذه الرسالة ومضمونها ولكن باختصار لأن الوقت أو شكاء يداهمنا أستاذ نصطفى التاريخ يتحرك أفقيا نحن لن نحدث بدعا من الزمان نعم ستنهض أمة وتنحسر أمة وسينجح شعب ليفشل شعب آخر فلن نستطيع أن نحدث نختارع الذرة يعني فرسالتي للشعر أن موقف سجل موقفك نعم الانتصار إنما النصر شعور ليس للنصر رواع رسالتك من الشعر ورسالتك إلى الشعراء أن سجلوا مواقفك مواقفكم أنا أنتصر في الشعر كل الهزائم وكل القهر وكل الذل الذي أعيش في الحياة اليومية أهزمه جميعا في القصيدة أنا أنتصر في القصيدة ننتصر في القصيدة اليوم حتى ننتصر على الأرض وفي الواقع أنا أنتصر في القصيدة وأشيد في القصيدة كل مجد لم أستطع أن أملكه بيدي أحسنت أحسنت دكتور محمد في الختام كلمة إلى السودان العظيم وإلى عموم الوطن العربي كلمة من خلالها تبشر بمواسم الوفرة وقرب مصافحة الأمل هلنا أن نحب أرضنا أرضنا غالية وجميلة وعظيمة وأصيلة وتستحق أن نحبها نحن لم نحببها كفايا أنا تشرفت كثير بمقابلتك أنا تشرفت فيك ولا أبالغ إن قلت إنها من أجمل الحلقات التي قدمتها في بيت القصيد وعلي أن أعترف هذا الاعتراف صراحة على الهواء كانت حلقة جدا مميزة وإجابتك العالية وشعرك العالي جدا من أجمل من الحوار واللقاء اللي مر عليها من قبل أشكرك جدا دكتور محمد عبد الواحد الشعر السوداني الجميل وعسى الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء مرة أخرى إن شاء الله لأهو يكون هناك في السودان إن شاء الله أو في العراق أو في العراق أو في العراق أو في القدس شكرا جزيلا لك دكتور محمد شكرا لكم جميعا خلف الكاميرات شاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصد الأسبوع المقبل بحول الله وقوة هي تجددوا لقاءنا وإياكم رفقة شعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيبوا التحيات وأسمى التمنيات دائما كونوا في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة